افتتحت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس نواب الاجتماع الدوري الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة عبر تقنية الاتصال المرعي وقد رفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه على جهوده المخلصة وجهود مملكة البحرين في تطوير أسس العمل الخليجي المشترك والسعي إلى تعزيز أفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس وقد أكدت معاليها خلال كلمتها أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية خاصة في ظل ظروف استثنائية تشهدها دولنا والعالم جراء تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات الأمر الذي يستوجب منا جميعا مضاعفة الجهود والتعاون وتكثيف التنسيق والتكامل بين دولنا ومجالسنا التشريعية الخليجية في جميع المجالات وأكدت معاليها الحرص المشترك على تجاوز الصعاب والتحديات وتحويلها إلى فرص نوعية واستثمارات ومكتسبات لمواكبة التطورات والمستجدات ودعم جهود دولنا لمواصلة مسيرة التنمية كما أوضحت رئيسة مجلس النواب أنه لن يتحقق الوصول إلى الغيات التي نصب لها جميعا إلا بإيجاد مزيد من الرؤى وبرامج العمل المشتركة بدوره أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن لقاء رؤساء المجالس التشريعية في الدول الخليجية يعد فرصة سانحة للمضي قدما بتآزر وتضافر نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية بالشكل الذي يعكس ماتانة العلاقات وصلابة الأواصر الأخوية الصادقة بين قادة الدول الخليجية الكرام حفظهم الله ورعاهم معربا معاليه عن تطلعاته بأن تكون نتائج هذا الاجتماع وما سيتطرق إليه من قضايا ومناقشات خطوة مهمة لدراسة التحديات والقضايا التي تواجه المنطقة الخليجية كما لفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن انتظام اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية الدورية لها دور مهم ومحوري في تعزيز توجهات قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي التي تصب في تحقيق التعاون بين أجهزة المجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتطلع إلى أن يكون هذا الاجتماع استكمالا لما تحقق من خطوات خلال الاجتماعات السابقة وأن يكون معبرا عن حرصنا المشترك على تجاوز الصعاب والتحديات وتحويلها إلى فرص نوعية واستثمارات ومكتسبات لمواكبة التطورات والمستجدات ودعم جهود دولنا لمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز عرى العلاقات الأخوية الوثيقة بين الأشقاء وبما يتواكب مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة وحكام وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي وحرصهم على تحقيق التعاون بين المؤسسات البرلمانية والنهوض ببسؤولياتهم التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل ولن يتحقق الوصول إلى الغايات التي نصب لها جميعا إلا بإيجاد مزيد من الرؤى وبرامج العمل المشتركة تنطلق من استراتيجيات مبتكرة ومبادرات فاعلة واتخاذ خطوات استباقية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة وتقوم القواعد التي ترتكز عليها تطلعات دولنا في النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية وغيرها أصحاب المعالي والسعادة في خضم التطورات المتعددة التي فرضتها جائحة كرونا والتي تشهدها المرحلة الراهنة لا بد أن نواصل جهودنا في دعم مجالات التنمية والاقتصاد وتوفير فرص العمل النوعية لشبابنا وأن نعمل على تطوير الاستثمارات في مجال التعليم والخدمات وفق التقنية التكنولوجية العصرية والحديثة مع تطوير المنظومة التشريعية في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية الشاملة إن اجتماعنا هذا يعد فرصة سانحة للمضي قدما بتآذر وتضافر نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق بين مجالسنا الموقرة بما يعكس متانة العلاقات بين شعوبنا الشقيقة وصلابة الأواصل الأخوية الصادقة بين قادتنا الكرام حفظهم الله ورعاهم لذلك نتطلع بكل اهتمام إلى نتائج هذا اللقاء وما سيتطرق إليه من قضايا ومناقشات حيث نأمل بإذن الله أن يكون خطوة مهمة لدراسة التحديات والقضايا التي تواجه منطقتنا والمساهمة بالتعاون مع حكوماتنا الموقرة على تدليلها وتجاوزها أن اجتماعنا في هذه الفترة المتسمة بالتحديات الكبيرة يقيم الدليل على إيماننا الراسخ بأهمية الدبلوماسية البرلمانية الخليجية وما تبدله من جهود محمودة في مساندة الدبلوماسية الرسمية لدولنا في إطار المسعى المشترك الهادف إلى تعزيز التواصل والتعاون المثمر والبناء والتي شكلت على مدى سنوات منصرمة علامات فارقة في مسيرة العمل البرلماني الخليجي القائم على الانتماء الواحد والمصير المشترك اشتركوا في القناة